بين الشد والجذب التمضي قضية الملف النووي الإيراني ومحاولات إحياء الاتفاق الذي أضرمته طهران مع الدول الكبرى عام 2015 بهذا الشأن صحيفة وول ستري الجورنال الأمريكية كشفت في تقريض لها عن مقترحات أوروبية تتضمن تقديم التنازلات لإيران من أجل إنهاء تحقيق وكالة الطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية المفترضة التي رصدتها فرق الوكالة في بعض المواقع بينما تقترح واشنطن تعليق جزء من العقوبات المفروضة على إيران وإبقاء جزء آخر وتصر على توسيع الاتفاق ليشمل برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمية في الشرق الأوسط في المقابل فإن طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتخلي عن اتهاماتها بشأن الأنشطة النووية إذا أرادت إنقاذ الاتفاق النووي مطلب إيراني تراه واشنطن ودول غربية أخرى خارج نطاق إحياء الاتفاق الأمر الذي يفاقم شعور الدول الغربية بالقلق من اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية على الرغم من نفي طهران المتكرر لأي طموح من هذا القبيل غير أن ذلك القلق الغربي له ما يبرره فبحسب تقارير دولية فإن طهران تقاعست عن تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع نووية سرية كما نزعت جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية والتي نصبت بموجب الاتفاق في خطوة وصفها المدير العام للوكالة بأنها ضربة قاتلة محتملة لمسألة إحياء الاتفاق في المحصلة فإن إيران تحاول كسب الوقت عن طريق المماطلة المستمرة وإطالة أمد المفاوضات النووية في فيينا علها تتمكن من صنع القنبلة النووية لكن السؤال الأبرز في هذا الشأن يتعلق بمدى احتمال الدول الكبرى لوجود قوة نووية جديدة في العالم لا سيما حين تمتلك تلك القوة الجديدة أطماعا توسعية كما هو الحال مع إيران ترجمة نانسي قنقر